المشاع الإبداعي Creative Commons بنهاية هذا العنصر التعليمي، سوف تكون قادراً على أن تذكر مفهوم المشاع الإبداعي أن تحدد الرموز الأساسية للمشاع الإبداعي أن تعدد أنواع تراخيص المشاع الإبداعي عزيزي عضو هيئة تدريس بجامعة المؤسس هل سبق أن قمت يوماً بعمل إبداعي من بحوث أو مؤلفات وأوراق علمية أو حتى عروض تقديمية مبتكرة وتمنيت أن تشاركها مع غيرك؟ قد تتساءل كيف أستطيع نشر العمل ومشاركته مع الآخرين ولكن تحت شروط محددة تحفظ لي حقوقي؟ لإجابة تساؤلاتك، تعرف معنا على تراخيص المشاع الإبداعي أو ما يعرف بـ Creative Commons License وهي عبارة عن محتوى يمكن نسخه، إعادة توزيعه، تعديله وتغييره والاشتقاق منه ولكن كل ذلك في نطاق قانون حقوق التأليف والنشر إن استخدام تراخيص المشاع الإبداعي قد يحقق الانتشار الواسع لمؤلفاتك الإبداعية في مجال التعليم والبحث العلمي وهو طريقك للتواصل الفعال مع المجتمع الأكاديمي داخل وخارج إطار مؤسستك التعليمية تراخيص المشاع الإبداعي تتكون وتصاغ من أربعة رموز أساسية رمز نسب المصنف هذا الرمز يعطي الحرية باستخدام العمل بشرط نسبه لمؤلفه رمز غير التجاري N.C هذا الرمز يمكن من نشر وتعديل العمل لكنه يمنع استخدامه لأغراض تجارية رمز منع الاشتقاق N.D هذا الرمز يسمح باستخدام العمل بشرط عدم التعديل عليه أو دمجه ضمن أعمال أخرى رمز الترخيص بالمثل S.A هذا الرمز يسمح بتعديل العمل وتوزيعه مع الالتزام بشروط ترخيصه في الأعمال المقتبسة والمشتقة من العمل الأصلي ومن هذه الرموز الأساسية تم صياغة ستة أنواع من الترخيص للمشاع الإبداعي وهي على النحو التالي ترخيص نسب المصنف C.C B.I هذه الرخصة تتيح للمستفيدين حرية إعادة النشر التعديل التغيير والاشتقاق من عملك سواء أكان ذلك لأغراض تجارية أو غير تجارية طالما ينسبون العمل الأصلي إليك ترخيص نسب المصنف الترخيص بالمثل C.C B.S.A هذه الرخصة تتيح للمستفيدين حرية إعادة النشر والتعديل والتغيير والاشتقاق من عملك أكان ذلك لأغراض تجارية أو غير تجارية طالما ينسبون العمل الأصلي لك ويرخصون أعمالهم المشتقة تحت نفس الشروط ترخيص نسب المصنف غير تجاري C.C.B.N.C هذه الرخصة تتيح للآخرين حرية إعادة النشر التعديل والتغيير والاشتقاق من عملك في غير الأغراض التجارية وبشرط نسب العمل الأصلي إليك ومع ذلك فإنه لا يلزم ترخيصها بنفس الشروط ترخيص نسب المصنف منع الاشتقاق C.C.B.N.D. هذه الرخصة تسمح بإعادة النشر لأغراض تجارية وغير تجارية بشرط نسب العمل إليك ودون القيام بأي تعديل ترخيص نسب المصنف غير تجاري منع الاشتقاق C.C.B.N.C.N.D. هذه الرخصة هي الأكثر قيوداً في الرخص الستة الأساسية إنها تتيح للآخرين تحميل أعمالك ومشاركتها مع الآخرين ولكن بشرط نسب العمل الأصلي إليك ودون القيام بأي تعديل وكذلك عدم استخدامها في أي أغراض تجارية ترخيص نسب المصنف غير تجاري الترخيص بالمثل C.C.B.N.C.S.A. هذه الرخصة تتيح للآخرين حرية إعادة النشر التعديل والتغيير والاشتقاق من عملك ولكن في غير الأغراض التجارية وبشرط نسب العمل الأصلي إليك وترخيص الأعمال الجديدة بنفس الرخصة ضع بصمتك على المشاعر الإبداعي والعلمي وحقق رسالتك في نشر المعرفة لخدمة المتعلمين والباحثين في كل مكان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر